قام نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي ومعه محافظ شبوة محمد بن عدو بافتتاح وتفقد عدد من المشاريع المختلفة في شبوة وافتتح الدكتور الخنبشي وبن عدو ملعب الفقيد ناصر الخليفي بمدينة عتق عقب استكمال عملية تعشيبه بمبلغ 235 ألف دولار من حصة المحافظة من مبيعات النفطة وهن الخنبشي الرياضيين من أبناء الشبوة بتعشيب أول ملعب الرياضي من المحافظة كما استمع من مدير عام مكتب الشباب والرياضة في شبوة محسن سناني لا شرح حول مواصلات العمل لإنجاز مشروعية المنصة الرئيسة ومدرجات الجانبية للملعب بتكلفة 26 مليون ريال بتمويل محلي التي تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 80% وفي السياق طلع نائب رئيس الوزراء محافظ شبوة على مستوى جهزية مطار عتق الدولي لاستقبال مختلف الرحلات الجوية ونوه الدكتور الخنبشي بأهمية إعادة تشغيل المطار في أقرب وقت موجها للهيئة العامة للطيران المدني بضرورة الترتيب لتشغيل الرحلات إلى مطار عتق مشيدا بجهود السلطة المحلية لاستكمال ما تبقى من التجهيزات الفنية وإعادة تشغيل المطار بعد الانتهاء من أعمال التأهيل التي تشمل ترميم إدارته وصالاته الداخلية والخارجية وإعادة تأهيل مدرجاته وتسوير المطار وعلى صعيد المتصل قام نائب رئيس الوزراء الخنبشي والمحافظ بن عديو بزيارة تفقدية لمشروع مبنى المستشفى المركزي الجديد بمدينة عتق الجاري عادة تأهيلها وترميمها عقب تعرض مكوناته الاندسية لدمار جراء حرب ميليشيا الحوث الانقلابية المدعومة من إيران على محافظة شبوى واستعرض مدير مكتب الصحة في شبوى الدكتور عادي روس بارحمة ومدير مستشفى عتق الدكتور علي ناصر المكونات الأساسية للمستشفى التي تشمل أربعة طوابق وتتسع لمائتين وخمسة وثلاثين سريرا وأربع غرف عمليات كبرى وأربع غرف للعنال بركزة وأخرى للإفاقة وقسم خاص بالطوارئ وآخر للأشعة والأجهزة تشخصية وثلاجة كبيرة للموتة وأحدى سكنية للأطباء كما أثنى نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخمبشي على دعم السلطة المحلية بمحافظة شبوى لمراكز العزل الاحترازي ورعايتها ودورها في إقامة ثلاثة مراكز منها في كل من عتق وبيحان وعزان وأكيدا اهتمام لجنة الطوارئ وحرصها على دعم القدرات الفنية والتشخصية لمراكز العزل لمواجهة جائحة كورونا العالمية رافقهما وكلاء محافظة شبوى الدكتور عبدالقوي لمروق علي الكندي وسالم الأحمد والسالم النسي وقائد محور عتق قائد الوى ثلاثين مشا العميد عزيز العتيقي ومدير عام شرطة شبوى العميد عوض الدحبول ومدير الأمن السياسي في شبوى علي سويلم ونائب مدير الهيئة العامة للنقل البري في شبوى سند ذيبان ومدير عام مكتب النقل في شبوى سيف الدحبول ترجمة نانسي قنقر